موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجم الجيل الحقيقي أطفأ بريق عمر دياب ومحمد فؤاد ومات بسبب خادمته حكايات لا تعرفها عن المطرب عمر فتحي موسيقى يعد المطرب الراحل عمر فتحي هو الأب الشرعي للأغنية الشبابية ذلك المصطلح الذي ظهر في السمانينات والتسعينات وكان لونه الغناء مظلة خرجت منها أصوات عديدة واحتلت مكانة بارزة في قائمة نجوم الغناء مثل محمد فؤاد وغيره من المطربين لقبوه بصوت المرح بسبب الدحقة التي كانت لا تفارق أثناء الغناء والبهجة التي ينشرها في غنائه رغم سنوات عمره القصيرة فقد شكل عمر فتحي زاهرة غنائية مستمرة يتذكرها أهل المغنى يتحاكون بها حتى الآن تاريخه الفني لم يتعدل عشر سنوات لكنه تميز بصوت مختلف قوي وطرق بصمة كبيرة ومؤسرة عند جمهوره ابتسامته مرحة وبسبب أغانيه البسيطة دخل القلب قبل الأذن كان نجم الجيل الحقيقي ولم يستطع أحد الاستحواز على مكانته إلا بعد رحيله اسمه الحقيقي هو محمد عبد المنعم عبد الله من موليد 11 فبراير عام 1952 كان والده يعمل مهندسا في السكك الحديدية وعمر هو الإبن الثاني ما بين خمسة أشقاء ورحل والده وهو في بداية الأربعينات من عمره فعرف معنى الوتم وعمره لم يتجاوز الأحداشر عاما أحب الفن فالتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية ثم التحق بالخدمة العسكرية وكان معه في الجيش علي الحقار ومحمد منير وتم تكليف عمر فتحي من القيادة العسكرية واقتهى بإقامة حفلات للمجندين واختار معه علي الحقار ومحمد منير وخرج من الجيش كله حماس للفن وبالفعل بدأ نشاطه الفني قراكس ومغن في فرقة الفنون الشعبية ثم اكتشفه الشاعر عمر بطيشة والمخرج فتحي عبدالسطار وعطوه أسماءهم الأولى ليكون اسما فنيا له عمر فتحي ثم التحق بفرقة المصريين بقيادة الموسيقار هاني شنودة ثم بفضل مساندة الشاعر الكبير له صلاح جهين إيمانا منه بموهبته وأيضا الموسيقار سيد مكاوي فقدم 11 ألبوما طيلة حياته الفنية القصيرة ومن أشهر أغاني ابسط ياعم وعجبا لغزال فتان على فكرة على إيدك على قلبي على سهوة على مهلك على إيه والله وغالي علي وعلى شرط وسفينة العجائب وأغاني مسلسل سيدة الفندق كان المخرج فتحي عبدالسطار أول من قدمه للتلفزيون كممثل بمسلسل سفينة العجائب مع الفنانة شريهان وبعدها قدم مسلسل سيدة الفندق مع الفنانة يسرى وفوزير رمضان مع شريهان كما شاركها أيضا في بطولة مسلسل الليل والقمر عن قصة حسن ونعيمة وله فيلم وحيد هو رحلة الشقاء والحب مع الفنانة شهيرة والفنان محمود يسين وكانت رغبته في الغناء هي الأكبر لذلك كان الطابع الغنائي هو الغالب في كل الأعمال التي شارك فيها كممثل شهرة عمر فتحي فاقت كل التوقعات وزع اسمه وسيته بين الأوساط الفنية لدرجة جعلته المطرب الأول وتميز بلون وشكل وطريقة جعلته يخطف الأنظار والانتباه إليه ولقبه صلاح جهين باسم ألفة الجيل وليكون أول مطرب يطلق عليه نجم الجيل وأطلق عليه الجمهور صوت المرح كان عمر هو المطرب الأقل أجرا بين المطربين يعانون من قلة العمل والمال ولا يستطيعون رفع أجرهم حيث أنهم لن يعملوا بهذه الطريقة نشرت الصحف أن المطرب متحط صالح جمعه موقف خاص بالمطرب عمر فتحي حيث أراد صالح أن يرفع أجره حتى يتزوج وكان عليه قبلها الاستئذان من عمر فتحي والسبب أنه يجب على فتحي أن يرفع أجره أولا حتى يستطيع متحط صالح ذلك وبالفعل حدث ذلك ورفع أجره وبناء علي رفع صالح أجره بالإضافة لأن عمر كان يود أصدقائه فذهب لفرح متحط صالح وغنى له بالمجان وقام بتحييته ومنحه مبلغ خمس تلاف جنيه وهو مبلغ ضخم حينها عمر فتحي تزوج مرة واحدة من أمريكية وصافر معها لمدة عام وعاد لمصر بعد الطلاق وهناك بعض المواقع تقول لم يسبق لعمر الزواج فقد كان عاشقا لأهله وكان هو المسؤول عن رعايتهم وتمكن من أن يزوج إثنين من أشقائه في فترة حياته قال علاء الغول مدير أعمال الفنان الراحل عمر فتحي إنه لم يكن ظاهره مختلفا عن باطنه وإنه حتى بعد شهرته ظل هو محمد عبد المنعم لم يتغير وإنه كان متواضعا بشكل كبير وبمجرد أن يظهر في مكان تجده يأخذ العامل أو السايس بالأحضان لذا كانوا حينما يرونه قادما يتهافتون عليه بحب شديد وعن الجانب الإنساني للفنان الراحل عمر فتحي قال الغول إنه كان كريما بدرجة كبيرة وبشكل غير طبيعي وحنون القلب فكان يساعد الجميع ويعرف الواجب جيدا وكانت البسمة دائما تملأ وجهه وكان يعيش حياته بشكل طبيعي وعن المقربين للفنان الراحل سواء من النجوم أو أصدقائه يسرد الغول عددا من الفنانين منهم محمود يسين وشهيرة والإعلامي أحمد سمير وزوجته الإعلامية سهير شلبي بينما في نهاية اليوم كان دائم التواجد مع عدد من الأسماء منهم أنور ناصر محمود الوزيري قائد الفرقة والشاعر الراحل مجد النجار والموسيقار حجاج عبد الرحمن وهما أصحاب العديد من الأغنيات التي قدمها ومنها على إيدك وأضاف فتحي لم يكن لديه وقت كاف للراحة للدرجة التي جعلت الدكتور المعالج له يحذره من ذلك قائلا اهدى يا عمر شوية في الشغل حيث كان مريضا بكثور في الشريان التاجي وإنه كان في بعض الأوقات يتألم خلال العمل ويغبط صدره بيديه بشدة وكنا بنفتكرها أزمة عصبية لكنه كان يتألم ولا يعلم أحد ولم يكشف لأحد عن آلامه وواصل إنهم كانوا يعملون عدد أردارات أكبر بكثير من أي مطرب آخر في الوقت الحالي فكان الجميع يحب ويسعى لأن يتواجد عمر فتحي في الحفلات والأفراح بشكل كبير وعن أمنيات الراحل يوضح الغول أنه في ذات مرة كان يقول له الحمد لله يا علاء حققت كتير من اللي كنت بأحلم بي وعايزه إن شاء الله السنة اللي جاية أنتهي من إنشاء الأستوديو الخاص بي وبكده يبقى حققت كل أحلامي اللي تمنتها في حياتي وتعرض الفنان عمر فتحي لأزمة قلبية في عام 1980 وعندما عرض نفسه على الأطباء اكتشف أنه مريض بالقلب ونصحه الأطباء ألا يغني ولا ينفعل ولا يبزل مجهودا وصرح بذلك في الصحافة ولكن قوبل ذلك باستهجان حتى أن النقاد والناس شعروا بأنه يشيع عن نفسه المرض ويدعي المرض ليكسب تعاطف الجماهير وليكون عبد الحليم حافظ الجديد وتسببت خادمته في وفاته حيث اكتشف أن خادمة أم سناء التي يصق بها سرقته وانفعل عليها ولكن كان هذا الانفعال الأخير الذي أنهى حياته في ليلة رأس السنة عام 1986 عن عمر يناهز الأربعة وثلاثين عاما وردت فرقته الموسيقية المبالغ التي حصل عليها المطرب قبل وفاته كمقدم عقد لإحياء حفلات رأس السنة بعدة فنادق واستبدلته الفنادق بعد وفاته بمطربين آخرين حاولت الفنادق وقتها إقناع المطرب محمد فؤاد بالغناء بدلا منه ووافق وقتها ولمع بريق العديد من النجوم والمطربين ومنهم الفنان الصاعد عمر دياب ليبدأ مشواره على نفس الضرب الذي شيده عمر فتحي وبكى عليه محمد فؤاد عندما أحيى حفل خصيصا له وغنى فيها أغاني عمر فتحي ولم يتمالك نفسه أمام الجمهور وبكى معه الحاضرون ترجمة نانسي قنقر